تحسباً للمرحلة الثالثة من حربها على غزة تتجه إسرائيل لسحب بعض قواتها من غزة بغرض إعادة تشكيلها قيل إن إسرائيل صرحت خمسة ألوية قتالية منها لواء احتياط لتقليل الخسار العسكرية في الميدان وإعادة بناء استراتيجية جديدة ويقضي القرار بإعادة قدر من الجنود الاحتياط إلى الحياة المدنية بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي بينما ستكون بعض القوات الأخرى التي انسحبت من غزة في الجنوب مستعدة للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان وفي مناسبات عدة حذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتراجع حزب الله فأن حرباً شاملة تلوح في الأفق في لبنان وأقرت إسرائيل بأن 174 جندياً من جنود الاحتياط قتلوا في غزة بينما قتل تسعة آخرون على حدود لبنان ولغرض الحرب عبأت إسرائيل 300 ألف جندياً احتياطي أي نحو 15% من قوتها العاملة وقالت مصادر حكومية أن نحو 250 ألف شخص ما زالوا يؤدون الخدمة العسكرية ويتغيبون عن الوظائف أو الجامعات ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن الحرب في غزة ستسارق ستة أشهر على الأقل لتطهير عناصر حماس من القطاع اشتركوا في القناة